بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد نعلم جميعا إخواني أن الإنسان لا يجوز أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقوله إحنا الواحد فينا اليوم لا يقبل أن ينسب الإنسان له كلام لا يقوله أو لم يقوله كيف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اليوم كثير من الناس عبر الواتساب والتويتر والفيسبوك ومواقع التواصل المختلفة نلقاه ينقل أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتعجل في نشرها ولم يتثبت منها بعض الناس يقول أنا ما نطالب علم ولا أعرف كيف أميز بين هذه الأحاديث ولا أعرف الصيح من الضعيف كيف أميز أنا بإذن الله عز وجل من خلال هذا المقطع البسيط القصير سأجعل كل واحد فينا اليوم إن شاء الله تعالى يستطيع أن يتعرف على طريقة الوصول إلى الحديث ومعرفة حكم العلماء عليه ثم بعد ذلك إذا اطمأننا من صحته نشره بين الناس وإذا كان الحديث ظهر له بأنه مكذوب أو موضوع أو ضعيف أو ضعيف جدا أو منكر لا يجوز الإنسان أن ينشره قبل أن يتثبت منه أنا بإذن الله عز وجل سأعطيكم طريقة سهلة بخطوات سهلة وميسرة هناك موقع موجود في التطبيقات ولله الحمد في الآيفون وفي الجالكسي وغيرها اسمه موقع الدرر السنية هذا هو عنوان الموقع أو هذه صورة الموقع تقريبا يفتح الإنسان على الموقع ثم بعد ذلك يضع الحديث الذي يريد أن يتأكد منه لنضرب مثال على ذلك حديث مثلا صوموا تصحوا لاحظوا صوموا تصحوا ثم أكتب بحث بعد البحث سيظهر لي حكم أكثر من عالم في مكان مكتوب هنا خلاصة حكم المحدث عليه تمشي بالسهم إلى الأعلى إلى أن تجد اسم الشيخ الألباني بحكم أنه محدث هذا العصر رحمه الله تعالى وحكم على الأحاديث تجعل الإنسان يطمئن وهو ينقلها لاحظوا وجدنا الألباني قال حديث صوموا تصحوا شوفوا المحدث خلاصة حكم المحدث ضعيف إذن عرفنا الآن أن الحديث ضعيف نضرب مثال ثاني اطلبوا العلمة ولو في الصين نكتب بحث إذا وجد الإنسان اسم الشيخ الألباني أو اسم الشيخ بن باز بحكم أنه من العلماء المتأخرين الذين عندهم عناية بالحديث يستطيعن يعرف لاحظوا مررنا بالسهم وجدنا المحدث بن باز مجموعة الفتاوى رقم الصفحة قال خلاصة حكم المحدث جمهور أهل العلمي بالحديث حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف من جميع طرقه يطمئننا الآن أن الحديث هذا لا يصح وهكذا يجعل الإنسان يأتي بطرف الحديث أول الحديث أو جزء من الحديث ثم بعد ذلك أحيانا قد يكون مثلا في وسط الحديث ممكن نأخذ كلمة أو ممكن نأخذ جملة في الحديث مثلا حديث مشهور مثلا في رمضان يقولها الناس أوله رحمة هذا في وسط الحديث أوله رحمة ووسطه مغفرة نكتب بحث سنجد الآن حكم العلماء عليه لاحظوا مررنا بالسهم الشيخ الألباني قال منكر إذا وجدت كلمة منكر أو موضوع أو مكذوب أو ضعيف اعرف أن هذا الحديث مردود لا تنقله ولا تنشره إذا وجدت كلمة صحيح أو صحيح لغيره أو حسن طيب فهذا يعتبر حديث يمكن قبوله فحينئذ تنشره للناس باختصار يعني هذه الطريقة يسهل إن شاء الله تعالى كل واحد ممكن يستخدمها ويصل في نهاية الأمر إلى نتيجة مهمة جدا وهي التثبت من الحديث قبل روايته وقبل نشره بارك الله فيكم وجزى الله خيرا من أعان على نشر هذا المقطع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته